فرادنا أن الدكتور كرام كوردي هو زج بالصحفيين علشان خاطر يحصل مشده وبالتالي وده يسأل حضرتك عليه الصورة الشخصية للدكتور محي عبيد هي اللي تتأثر لأنه بيقال أن ده كان بأمر شخصي من حضرتك مسألة الاعتداء على الصحفيين ده مبدئيا فرد حضرتك عليك أيه يعني ده سؤال أكثر من رأة أنا مرشح الآن على مقعد النقيب العام الانتخابات تفصيلي 60 يوم هل يحقل أن واحد يخشه في نزاع مع الصحفيين اللي هما المفروض هيغطوا إنجازاته خلال الأربع سنوات ويغطوا تحركاته خلال الفترة الانتخابية ده طبعا بعيد كل البعد ولكن يعني شخص ما استطاع أنه يزج بشباب الصحفيين وهو كده كسب اللي هو كان عايزه وإحنا تحلينا بضبط النفس من أول لحظة أنا نقيب لمتين واربعين ألف صيدالين هل حد من الصياد؟ لبالرغم من إحنا يعني بنتحمل عبء كبير جدا لضبط النفس علينا عشان الحفاظ على كيان الدولة وتمسكها ما بقاش فيه تراشق ما بين النقاطين ولا يبقى فيه جامعات عمومية هنا أصد جامعات عمومية هنا فيه وقفات هنا أصد وقفات هنا تحلينا بالصبر بمجرد ما وصلت قلت كلمة وهي الأستاذة آية كتبها في كلامها اللحق هيخدو أي أن كان المخطئ هيعاقب طيب دكتور محي إذا رجعنا للواقعة في النهاية حصل اعتداء الأمن إيه اللي خلاه يعتدي على الصحفيين حتى إن كان يعني تم زج بالصحفيين زي ما حضرك بتقول للحضور لمؤتمر صحفي غير ملقص لي وديه يعني أمور إدارية حضرتك اللي تفهمها ليه الأمن اعتدى على الصحفيين ما فيهش اعتداء أصلا هو فيه نوع من أنواع الزق بس ده بيزقوا بعض أو إنهم ما بيخلوا المكان هو ده النما ما فيهش حد احتجز صحفيين معناش مكان للاحتجاز ما فيهش حد مسك حد واعتدى عليه بل إن كان أطراف يعني سبحان الله مش عايز يعني مش قادر أوصل الصورة بشكل سليم إني واحد قدر يعني يشحن شباب الصحفيين ضد نقابة الصيادلة بدليل إن هم بقوا يفتعلوا المشاكل مع مدير النقابة إحنا فتحنا تحقيق في الأمر ده سألنا الصيادلة اللي هم كانوا موجودين سألنا الصيادلة اللي كانوا بيقدموا سألنا الجهاز الإداري سألنا الأمن كل وكان جمعنا الصور والمقاطع الصوتية اللي تم تسجيلها خلال الفترة كلها كل وكان جميعا sticky منها